هروح بسرعة النهاردة لأول سؤال إحنا بنتطير أو بنتشائم والطيرة والتشائم أو الطيرة والتشائم قرينان مرادفان أمر يشتركوا كلاهما في الفقل السيء وده أمر كان مشهور جدا عند العرب والعرب كان الواحد منهم لو خرج من بيته الصبح ولقى الغراب يرجع وما يخرجش أيوة العرب والواحد منهم لو كان خارج الصبح ولقى الطير طار ناحية اليمين يروح الصفرية اللي مسافرها أو يروح القافلة اللي رايحها لو الطير طار ناحية الشمال لا يروح ولا ييجي ويفضل قاعد في بيته وكانوا يسموا طائر اليمين السانح وطائر اليسار بالبارح القرآن الكريم بالمناسبة تكلم عن الموضوع ده اتكلم عن الموضوع ده مش عند العرب بس ده قال ده موضوع الفقل الحسن والفقل السيء بالذات حط تحت كلمة الفقل السيء بالذات التشاؤم موضوع اني أصدخلاص انا كده تشاؤم اتكلم عنه من عهد سيدنا موسى عليه السلام اسمع كده ربنا بيقول ايه في القرآن فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وان تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ده مش قوم موسى بس ده قوم سيدنا صالح قالوا له كده صراحة قالوا اتطيرنا بك وبمن معك احنا تشاؤمنا منك وتشاؤمنا من اللي أمنه معاك ده مش كده وبس ده ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة ياسين اللي كلنا حفظنها اهل المدينة او اهل القرية قبل ما تبقى مدينة وفكرون اقول لكم القرية في القرآن ايه الفرق بينها وبين المدينة بعد ما تصلوا على النبي العدنان صلى الله عليه وسلم هقولها لكم اهل القرية قالوا للرسل اللي جايين يدعوهم لربنا قالوا ايه قالوا انا تطيرنا بكم احنا تشاؤمنا منكم دخلتكم علينا دخلة مش لابد ويا حزن الحزن زي ما بيقولوا عندنا لو ان العروسة يا مولانا كتب كتابها ولا اتخطبت وماتت ام العريس ياها الله يا الله يا الله اهل مات حد عند العريس افال العروسة دي عتبتها سودة دي دخلتها كرسة يا جماعة اتقوا ربنا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتين دي ربنا قال كده في القرآن ان العبد لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوى بها من صخة الرحمن سبعين خريفة تخيلوا كده من غضب ربنا يقعد في النار ايه سبعين خريفة خلي بالكم من الكلام ده كويس قوي فقالوا له اتطيرنا بك ومن معك قالوا للرسل زي ما في سورة ياسين انتوا دخلكوا علينا دخلة وحشة فربنا سبحانه وتعالى رد عليهم ألا إنما طائرهم عند الله تخيل بقى الامر جاي من اين جاي من عندي سيدنا صالح وجاي من عندي سيدنا موسى من الأقوام يعني لحد ما وصل للعرب طيب قبل ما انسى ايه الفرق بين القرية والمدينة في القرآن القرية في القرآن تطلق على أصحاب المعتقد الواحد والمذهب الواحد والرأي الواحد والفكر الواحد والعادات الواحدة أول مواحد فيهم بس يغير مذهبه أو معتقده أو عاداته ربنا يقول عليها مدينة لما دخلوا في صورة ياسين القرية كان كلها كفرين وكانوا كلها متشأمين ومحدش رد يؤمن إلا الراجل اللي انتوا فكرينه اللي هو جيه من أقصى المدينة يسعى خدوا بالكم هو ده اللي آمن عشان كده بعد كده ربنا هيقول عليها مدينة ليه لإن في واحد غير معتقده أو غير مذهبه أو غير عاداته والراجل ده أمره عجيب قوي أسلم وهو لم يكن أهلا للإسلام في نظر قومه لأنه كان أشد واحد فيهم جرما أشد واحد فيهم إصرافا على نفسه في المعاصم وبعدين قال لهم أهم حاجة هدفع فلوس كانوا قوم بخلة قالوا له لا ده احنا ادعوه مجانية قال لهم حلو مش وحش وبعد ما علمتونا عمل ايه قالوا له روح بقى علم قومك اللي انت تعلمتو فجيه من أقصى المدينة خد بالك بقى بعد ما ربنا اتكلم عنها قرية لما واحد آمن قالوا جاء من أقصى المدينة رجل يسع قال يا قوم اتبعوا المرسلين وبعدين قال لهم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون فقال لهم معادش اللي انت ده انت تاريخك كذا وماضيك كذا وعشان كده أنا بحذر أي واحد مننا ربنا يكرموا بالتوبة ما تقابلوش وتقول له بقول لك ايه انت نسيت الصهارات الحمرة انت نسيت البرات انت نسيت ده انت كنت ورا الرقصة اوعى اوعى ده انت كنت اوعى من عير أخاه بذنبه ده من اللي بيقول سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم لم يمت حتى يبتلى بهذا الذنب وقدم يبتلي يبقى هيعير به وقدم عير به يبقى هيطفضح به فاصطر أخوك المسلم وجمل الطعف عينه دايما فقال له له معادش اللي انت ده انت التاريخ بتاعك كله عندنا ده انت السيفي بتاعك كله عندنا فالرجل رد عليهم قال له مش معنى أنا ليه لأنا لأ يعني وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دون الرحمن آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين وفاضت روحه مات قال له شفت الختام الليه سود شفت الختام المنين أهو اتختام له إني إذا لفي ضلال مبين رحوا لرديو غسلوا ولا يكفنوا رموا خلاص وبعدين مرت ثلاثة أيام وجاء الرجل في أذهى ثياب وفي أجمل منظر لأعبد رجل في المدينة السلام عليك قاله عليك السلام قال ألا تصبرني؟ قال أذكرك ولكن كيف وصلت إلى هذه الدرجة بتلك الميتة السيئة؟ ده أنت مت مت وحشي أوي قال له ما أنا كالنفسي في الدنيا أقول كلمة واحدة لكن القدر ما أمهنيش والعمر ما استننيش فلما نمت في قبري وجاء الملكان فأجلساني للسؤال أول سؤال ألولي إيه؟ من ربك؟ فقلت الكلمة التي كنت أتمنى أن أقولها في الدنيا إني آمنت بربكم فاسمعون فسمعتم ناديا من قبل الواحد الديان وأنا في القبر يقول قيل دخل الجنة قال يا ليت قوم يعلمون قال يا ليت قوم يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين شفت عطاء ربنا شفت كرم ربنا شفت الكرم اللي ملوش حدود شفت أن أنت ما تتألهش على الله سبحانه وتعالى وتحكم على عبد لاب جنة ولاب نار شفت كرم اللي ملوش حدود